لك أن تتخيل عزيز المشاهد أن هذه المباني في الصور في مدينة عدن وليس في قرى يافع أو أي محافظة جنوبية فبين ليلة وضحاها تحولت بعض المباني في مدينة عدن وكأنها قرية في يافع حيث تعمد بعض التجار نقل ثقافة القرية إلى المدينة ونقل ثقافة القرية إلى المدينة شيء غير مستحب ولن يجدي ذلك نفعا فلن تصبح عدن يافع وحقيقة عند رؤية تلك المباني التي يتعمد التجار من أبناء يافع إلى بناءها في عدن تعود بين الذاكرة إلى عهد الرئيس السابق علي عبدالله صالح عندما حاول جاهدا طمس ملامح عدن بنقل المعمار الصنعاني إلى عدن ولم يتقبل الناس ذلك وتم رفضه ونبذه ولم تنتشر تلك الظاهرة كثيرا وانتهت ولكن وبالعودة إلى موضوع التشريفة فقد اشتهرت المحافظات الجنوبية الريفية عموما ببناء هذه التشريفة وكان ذلك في الماضي البعيد وقد توقفوا عن ذلك لعدة أسباب أهمها التوجه إلى البناء الحديث المديرن والذي يتسم بالأناقة وكذلك بناء التشريفة يعد مكلف جدا وقد تصل قيمة بناءها إلى مبالغ باهظة غير ضرورية وذلك نظرا لدقة التفاصيل ورسم النقوش وكذلك استخدام حجر معين وعند بحثي باستفاضة عن التشريفة وسبب تسميتها بذلك لفت نظري أن بعض أبناء يافع لا يسمح لهم ببناء التشريفة حيث أنها حصريا فقط على أبناء القبائل في يافع حيث يمنعون منهم أقل منهم في النسب من أبناء يافع نفسها من بناء تلك التشريفة ومن يقوم ببناءها منهم يعتبرونه مخالفا للقواعد القبلية فلا يترددون لحظة واحدة بهدم المبنى على رؤوسهم وهو ما حدث بالفعل في عدة مباني بينما قال آخرون أن بناء التشريفة يكون على منزل الشيوخ فقط وذلك حتى إذا جاء ضيف غريب إلى القرية يستدل على منزل الشيخ بسهولة عند رؤيته التشريفة فمن المعروف أن شيخ القبيلة يستقبل الضيوف ودائما منزله مفتوح لذلك ولكن روى آخرون قصة مغايرة يرمونها الأجداد أنه تم منع بيت العنتري واستم استثناءهم من بناء التشريفة ويرجعون ذلك إلى أنه كان هناك حفل زفاف الفتاة من بيت العنتري وأثناء وجود الضيوف في مراسيم حفل الزفاف دخل وقت صلاة العشاء وذهب المحتفلين لآداء الصلاة وحين عودتهم إلى منزل العروسة وجدوا المنزل مغلق ورفض أهل العروسة الذين هم من بيت العنتري إتمام مراسم الحفل وألغوا الزواج بالكامل وهذا ما أعتبروه عيب أسود ارتكبته عائلة العنتري وتم نبذهم ومنعهم من بناء التشريفة لأنهم لم يحترموا الضيوف وأغلقوا منزلهم في وجوههم ولكن قال آخرون أن بناء التشريفة لا دخل له في القبيلة وما إلى ذلك وإنما لحماية المبنى من الصواعق حقيقة أن الفن المعماري هذا جميل جدا ولكن لا يتناسب مع طبيعة المدينة وقد كتب الدكتور علي صالح الخلاقي باستفاضة عن التشريفة بشكل خاص والفن المعماري اليافعي بشكل عام حيث قال يعكس البناء في يافع بهندسته مستوى راق من فنون المعمار التي اشتهرت بها أسر محددة من اليافعيين على رأسهم معلموا البناء الشهيرين من آل بن صلاح الذين يسكنون عدة قرى في هضبتها فعل عليا ممن لم يبلغوا هذه المكان عشوائيا أو بالصدفة بل بتجارب متراكمة عبر أزمنة متعاقبة مكنتهم من الإحاطة بقوانين ومقيس وأبعاد وزوايا وفنون بناء هذا النمط من العمارة الحجرية الفريدة حتى امتلكوا زمام هذه المهنة وأضحت حكرا عليهم يتوارثون تقاليدها وأسرارها خلفا عن السلف بإتقان وتفوق وبحسابات ومقاسات فطرية جبلوا عليها وتناقلوها جيل بعد جيل وكأنهم تخرجوا من أرقى كليات الهندسة الحديثة المتخصصة في هذا المجال فضلا عما تتراكم لديهم يوميا من خبرات فنية تضاف إلى رصيد تجاربهم وتقاليدهم الثرية الموروثة وخفاياها تنتقل من آل بن صلاح بصورة بطيئة ومحددة إلى أسر أخرى في مناطق مختلفة من يافع ممن تتلمذوا على أيديهم أمثال آل الوردي وآل عماري وآل السرحين ورغم أن أعداد هؤلاء البنائين المهرة سواء من آل بن صلاح أو غيرهم بدأت تقل عاما بعد عام في الأونة الأخيرة وأخذ البعض يغادرون هذه المهنة الرفعة التي ورثوها وأتقنوها إما إلى المهجر أو إلى أعمال أخرى لا صلة لها بهذه الحرفة وهو ما يهدد مستقبل العمارة اليافعية ذات الطراز الأصيل إلا أن الإنسان اليافعي ما زال مرتبطا بهذا التراث المعماري الفريد ومحافظا عليه إلى اليوم فرغم دخول الأسمنت الذي أخذ يغزو عمارة يافع التقليدية ويلحق بها بعض التشوهات إلا أن المباني والقصور الحديثة ما تزال تشيد وتنتصب شامخة تجمع بين الأصالات والحداثة بل أن تحسن الأحوال المعيشية للكثير من أبناء يافع من التجار والمغتربين جعلهم يتنافسون على إنشاء المباني الحديثة الضخمة بتكاليف باهضة بنفس الطراز المعماري المميز مع مراعاة السعة الداخلية ومتطلبات الحياة العصرية وفي مثل هذا الميدان فليتنافس المتنافسون وتحظى حرفة البناء بتقدير عال وينال العاملون فيها أجورا مغرية مقارنة ببقية المهن فضلا عما يحظون به من عناية خاصة في مأكلهم ومشربهم من قبل صاحب العمل وهم يجمعون بين القدرة البدنية والمهارة المهندسية المكتسبة بالوراثة والتجربة حيث يحولون قوالب الحجارة إلى بنيان مرصوص مذهل بتقاسيمه ومقاساته وأوزانه المتناهية الدقة بل ويتنافسون في إضفاء لمساتهم الفنية التي تميز كل منهم عن غيره وتجعل المتميزين منهم محل فخر وتقدير سواء بين أقرانهم أو في أوساط المجتمع ويتجه الناس إليهم لبناء بيوتهما الجميلة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر